موسيقى كم مرة نسمع الناس يقولون ونحن أيضا منهم لماذا وعدت ولم تفيه قلت بأنك ستفعل كذا وكذا لكنك لم تفي بوعدك ومرات الناس يقولون لي لماذا وعدت ولم تفي وهي دا قول ثابت عندنا وعد بلا وفا عداوي بلا سبب يعني هذي منا دايما قاعدي ثابتي لكن هيك خاصة رجال السياسة الذين يعيدون الشعب بالجنة يعيدونهم بكل الوعود العظيمة والكبيرة ولكن أكثر المرات مع الأسف لا يفون بوعدهم ولا يقدرون على الوفاء بوعدهم وكم مرة نحن وعدنا الله هذا شيء كثير مهم وعدنا يا الله إذا بتساعدني إذا بتعطيني إذا بترشدني أنا سأعمل كذا خاصة في بداية السنة في بداية كل سنة نقول نتعهد ونصمم أنا سأقرأ الكتاب المقدس سأصلي سوف أحتم بجسدي أمارس الرياضة وأكل الطعام الجيد والشراب المفيد وأبتعد عن العادات السيئة أنا يا رب وعدت سنت الماضي لكن نخست بوعدي لم أفي وعدي لك فأرجوك أن تساعدني هذا طلب كثير عزيزي والله كثير بيكون مسرور وهو قادر إنه يتمم هذه الوعود لنا إذا اتكلنا عليه عندي صديق هالصديق هيدا كان ربيان في بيت مؤمن وتعلم كثير عن يسوع المسيح لكنه ترك البلاد وذهب إلى بلد تاني وصار غني كثير صار ثري ويوم من الأيام صار معه حادث خطر حادث سيارة وسمعت أنه هو في غرفة الإسعاف وذهبت لأرى ذلك الشاب وجدته ملقى على ظهره وكان خائف جدا كان خائفا بأن رقبته كسرت فعندما تكلمت معه قال لي قسيس أنا إذا الرب بيشفيني وإذا ما بيصير عندي تشويه وعاها أنا بدي أرجع لعبادة الرب وبدي أحفظ بوصايا وأنا صليت معه وقلت له أي الله بيساعدك وقدر يشفيك مع الأسر بعدما تعافى ورجع لصحته العادية لم يفي بوعده بل رجع أكثر إلى العالم كم مرة نحن نقع بهذا الخطأ الفادح لأنه إذا وعدنا مرة ولم نفي بالوعد المرة الثانية بيصير إسا أكتر وأكتر ومننسى تبكيت روح الله إلنا وبيذكرنا الرب بيذكرنا بوعودنا وأنا حتى ذكرت هذا الشاب قلت له يا فلان أنت وعدت قال لي معك ها معك ها لكن مع الأسف لم يفي بالوعد ليه الناس بيعدوه ما بيوفوه ليش وفي أوقات بكل إخلاص لكن مع الأسف حتى بكل إخلاص ما بيوفوه أولا وعد غير صادق وغير معقول وغير مخلص هيك أكتر مرة ثانيا غير قادرين على الوفاء بهذا الوعد يعني منكبر الوعد لكن ما ما منقدر ثالثا لضعف الإرادي إرادي بشري ومع لش يعني نحن عندنا ضعف إرادي لكن الله قادر يعطينا إرادي إذا تكلنا عليه وبيسامحنا بعدين القديس يعقوب يذكر شيء كتير كتير مهم في الصحة الرابع عدم الاتكال على الله ما منتكال له يا رب مثلا بيقول هون فيها يعقوب أربعة بيقول له بدل أن تقولوا إنشاء الرب وعشنا نفعل هذا وذاك يعني أنتو بتقولوا بدنا نتاجر وبدنا نسافر وبدنا نعمل هيك ونعمل أعمال منيحة صالحة بدل من أن تقولوا إن شاء الله بتعتمدوا على إيرادتكم الضعيفة وهذا شيخ خطر ولازم نحن نتعلم منه درس هناك قول وهذا أكيد لازم يكون صحيح المؤمن إذا وعد وفا وإذا أعطى كفا يعني المؤمن الإنسان من الله وعنده سئة بنفسه كمان إنه هو عند كلمته عند وعده المؤمن المتقل على الله هو آدر آه آدر يوفي و و يعطي بسخاء من وعده ولم يفي هذا سؤال نحن آه في درس كتير كتير مهم من الشعب الذين كانوا يدعون بأنهم الشعب المختار الشعب الخاص آه الله المجد لإسمه تكلم معهم هناك على جبل وأخبرهم آه كل ما هو صالح لخيرهم ولمستقبلهم بعد أن تركوا أرض العبودية مصر و وعدهم بأرض الموعد أرض تفيدوا لبنا وعسلا وحرروا من عبودية آه مصر لكن مع الأسف مع الأسف آه وقت نسمعوا هالكلام هيدا وعدوا ونسمع الكلام هيدا في سفر الخروج تاسع عشر فجاء موسى ودع الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاهم الرب فأجاب جميع الشعب وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل كل ما تكلم به الرب نفعل يعني تصوروا لكن مع الأسف كل ما تكلم به الرب آه خالفو وعاكسو وتعرفوا شو صار بعدين هذا الشي مؤسف وبيسموا حالهم شعر اليوم كتير الناس بي هن الطائفة الكاملة هن الديانة الصحيحة لكل كفار لكل آه من آه من المخلصين وبيوعدوا الله لكن آه مع الأسف وقتل بيجي حتى يتيعوا وصياه ويحفظوا عهده وتمموا كل عهود له آه ما بيقوموا فيها وهذا الشي خطر كتير ومؤسف آه وشفنا لأن ما ما وافوا بيوعدهم شو صار فيهم أكثرهم ماتوا في البري أكثرهم ما دخلوا أرض الموعد وعد لكن ما دخلوا أرض الموعد الله وعد لكن هن نخسوا بوعد بحفظ وصاياه إضاعته في مسأل عطاه سيد المسيح في إنجيل متى 21 إنجيل متى سيد المسيح عطى مسأل كتير كتير مهم كان ماذا تظنون يسوع قال حتى يعطي مسأل كان لإنسان ابنان فجاء الأول وقال يا أبني اذهب اليوم اعمل في كرمي هذه درس روحي يعني إنه نحن منقول إنه في كرم الرب يعني نعمل الأشياء الروحية وقال ما أريد هذا شيء مؤسف وحيقول أهله أنا ما بريد لكن ندم أخيرا هذا كتير منيح قال لا لكن ندم ولكن وعندما جاء للثاني قال له قال له نعم يا سيد نعم أنا مستعد طيحك لكن شو عمل الإبن الثاني ما وفى بوعده لذلك نحن بدنا نتعلم منها الدرس نحن أولاد الله وهي هو دعانا ومنقل له أبانا الذي في السماوات ومنوعد لكن ما منوش لكن أنا عندي كتير أمثال للكتاب المقدس عن أشخاص رجال ونساء شبان وشبات وعدوا الله ووفوا بوعدهم لأنهم اتكلوا عليه لأنهم كانوا مخلصين ماذا عن يوسف عندما بيع عبدا في طريقه إلى أرض العبودية قال يا رب أنا أعاهدك يا إله أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا أعاهدك بأن أكون أمين وطاهر كان أمين وطاهر أكيد وجدوا الفرعون أنه هو أحكم واحد والله نجاه لأنه أكرم الرب ولم يخطئ عندما جرب لك يزني ويكسر الوصية فالرب عزم يوسف وأكرمه وصار سيدا في أرض مصر نعم يوسف وماذا عن الفتيان الذين أيضا أخذوا سبايا إلى بابل وهناك هناك عبادة الأوثان الأصنام عبادة الملك وجربوا لكي يطيعوا هذه السلطة الوثنية لكنهم عاهدوا الله وقالوا له لذلك الملك اللي كان طالب منن يصلوا بدل ما يصلوا لإله إله السماء والأرض يصلوا له ألو هو بإسمه رفض ورفضوا أن يجدوا للتمثال اللي عملوا حتى يجدوا قالوا له نحن ليكن معلوما لديك نحن وعدنا إلهنا إله السماء والأرض والوصي بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوطا ونحن عاهدنا إلهنا إننا نجد له بس طبعا ألقوا في ألقوا في أتوني النار هل أكرمهم الله نعم أكرمهم أيها العزاء نحن كمان لازم نكون عندنا هالشي هيدا السؤال من هو وحده القادر أن يفي بوعده تماما طبعا كل كن بتعرف الجواب والكتاب المقدس في ثمانمائة وعد من الله للإنسان للعالم الله يعد من من خلقهم لكن على شرط على شرط إن الله دائما بيحط شرط إن سمعتم في رومي أربعة واحد وعشر رسالة رومي الرابع بيقول عن إبراهيم عن إبراهيم وكيف وعد الله وكان مخلص وأمين طبعا نعمل أخطاء ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقنا أن ما وعد به الله هو قادر أن يفعله الله وقتل بيوعد قادر أن يفعله وأن يتمم وعده أيها العزاء وبعدين يعطينا نصيحة لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين طوبة لمن يحتمل التجربة كتب القديس يعقوب واحد نعش لأنه هو يبارك الذين يحبونه كونس الثاني مهما كانت موعد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين الله وعد وعده صادق وتممه لإبراهيم واليوسف فيه ترنيمي كتير حلوي بيقول نرى في كلام الإله الصمد أساسا لإيماننا كالجبل وليس مزيد على موعد لمن يلجأنا لذاك الحمل يقول اطمئن فإني معاك وإني إلهك والعون بي وإني قويك كي أرفعك وأسند وأسند ضعفك مثل الأبي هذه ترنيمي حلوة كتير بيرنموها بكل إقراص الناس موعد الرب صادقة وأمينة بدي يسأل سؤال وأكيد كتير من المشاهدين بيعرفوا أين وصي من الوصايا العشر اللي فيه وعد وعد نقرأ الوصايا العشر كل تبعا بسفر الخروج أيضا نرجع لذلك الكتاب الصحة العشرين وهو الوصي الخامس الذي يقول فيها الكتاب المقدس أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك هذا وعد الله قال أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على وش الأرض إذا بتكرم أباك وأمك بده تكون أيامك على الأرض طويلة وبدأ تكون ناشحة طيب وبالفعل بالفعل هون منشوف أنه الكتاب المقدس بيقالنا أنه اللي وعده اللي وعده الرب وكانوا أمنا منشوف في أفاسوس أفاسوس الانجي الصاحة السادس أيها الأولاد نرجع هذه رسالة كتابها القديس بولوس للمؤمنين في الكنيسي وقال للأولاد للأبناء أيها الأولاد أطيعوا وليديكم في الرب لأن هذا حق أكرم أباك وأمك هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونون طوال الأعمار على الأرض كتير وعد صادق إذا بتكرم أباك وأمك والله بده الأرض هذه مهما طال العمر بيكون يعني سبعين اثمانين لكن الحقيقة الأرض اللي بيوعد فيها الرب هي الأرض الجديدة اللي فيها بيضا تكون حياة أبدية مع الأسف أنه نحن عايشين اليوم بعصر وصفوا القديس بقول السؤال أنه أزمني صعبي نحن عايشين اليوم أزمني وبالفعل الأشياء اللي ذكرها موجودة في هذا الجيل أزمني صعبي لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكري يعني هذه من العلامات مع الأسف في هناك انزار الله قال بده يجي لكي أرد قلوب الآباء إلى الأبناء وقلوب الأبناء إلى آبائهم لألا آتي وأضرب الأرض بلعن يعني هالتمرد الموجود اليوم أيها العزاء كثير كثير مخيف لذلك ناس لازم يتنبه في وصي تاني أنا وجدت بالكتاب المقدس في وعد نحن نفكر أن الوصي الوحيد هي أكرم أباك وأمك لكن هون في وصي تاني موجود في أشعياء النبي الإنجلي صح 56 هكذا قال رب رب الجنود احفظوا الحق وجروا العدل لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلام بري يعني هيك توبة للإنسان كلمة توبة من أجمل الكلمات التي تفوه بها الرب وخصوص سيد المسيح على الجبل توبة للإنسان الذي يعمل هذا ولبن الإنسان الذي يتمسك به توبة له نياله يالي سعده الحافظ السبت لألا ينجسه والحافظ يده من كل عمل شر إذن الوصيل الرابعة اذكر يوم السبت لذي قدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لتعمل عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك ونذيلك الذي يدخل أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراحة في اليوم السابع سبت للرب هذا سبت للرب ليهود ولا لبشر معينين هو سبت الرب اللي حفظه سيد المسيح كمان عندما كان على الأرض كمان في محل تاني في هناك ستة وخمسين وبعدين نشوف في محل تاني هنا بيقول الله بيوعد الإصحاح اثمانة وخمسين بنفس الكتاب اثمانة وخمسين إن رددت ها شرط لكي لكم الأول إنه مواعيد الرب هي بشرط إن رددت عن السابت رجلك يعني هون ما يتكلم روحيا يعني أنه دير بالك لأنه الأرض التي أنت فيها مقدس السابت مقدس وعن عمل مسارتك يوم قدسي يوم قدسي الله سماه يوم قدسي ما يوم فلان ودعوت السابت لزة ومقدس الرب مكرما وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاد مسارتك والتكلم بكلامك يعني لازم يكون ضمن هاليوم هذا لازم يكون في عبادي هذا كنت في الروح في يوم الرب لازم نكون في الروح شو الوعد إذا عملنا هيك فإنك حيناء إذن تتلزز بالرب وأركبك على مرتفعة الأرض وأطعمك مراس أبيك يعقوب لأن فم الرب قد تكلم أوضح من هيك أيها العزاء ما بقى فيه واضح جدا جدا أنه هدي الله وعد وعده صادق ابن الإنسان هو رب السبت مو يعني هو 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 البي أغطاه هو البي غيره إذا كان بده غيره لأنه نحن أيها العزاء مع الأسف نرى بأن هناك سلطة بشري محدودة خاطئة قد غيرت هذا الوعد الصادق غيرته إلى يوم آخر إلى وصي تاني لم ليس لها أساس في الكتاب المقدس علينا أيها العزاء نشكر الله لأن الله وعدنا وعدنا بالخلاص عندما اختبار التلاميذ وقت كانوا بالسجن وقت كانوا يرنموا وصارت زلزلي وابولوس وسيلة وبعدين الزلزلي هاي خوفت رئيس السجن وفكر أنه المساجين هربوا فعندما أتى وجد الجميع موجودين قالوا الرسل ما تخاف نحن هون فقال لهم ماذا يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص ماذا أفعل الوعد هو آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك هذا الوعد إذا أنت بتآمن صحيح بتحب تخلص وبعدين اعتمد هو وأهل بيته وصار في فرع عظيم من يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يأتون به إلى الله إذ هو حي في كل حين يسوع المسيح لكي يشفع فيهم بولس وسيلة أيها العزاء في عبرانيين هناك الوعود بعدين الله وعدنا بالروح القدس يسوع وعد التلاميذ قال لهم إذا بتطيعوني وبعد قيامته ابقوا في إورشاليم وصلوا وضلوا هناك ما تروحوا أبدا وبعدين أنا بدي يبعد لكم إذا بتطيعوني وهني أطاعوه بكل إخلاص وابلوا الروح القدس أيها العزاء مثل ما بنعرف ونحن اليوم وعد الرب إلنا إذا كنا نطلب منه ومنكون أمينين هو بيعطينا هل طاعوا نعم طاعوا وبشروا وعملوا عجائب باسم يسوع وبعدين أيها العزاء لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد أعد لكم الملكوت سيعطيكم الملكوت المواعيد سماها القديس بولوس المواعيد العزمة والثمينة التي بها نستطيع أن نكون أولاد الله سماها القديس بوترس المواعيد العزمة والثمينة يعني ديش هدي مواعيد الله عظيمي هي إلك وإلي لكل واحد مننا مثل ما كانت الإبراهيم مثل ما كانت اليوسف مثل ما كانت الديسي مريم وبعدين في كتير شي مهم في بوترس الثانية هذه آيات لا يطباط الرب عن وعده كما يحسب قوم الطباط لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك ناس بل أن يقبل جميع إلى التوبة لأنه سيأتي قلص في الله اليوم الرب العظيم والمخيف ونحن إذا كنا أمنا ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر لذلك قال عزوا بعدكم وابنوا أحدكم من آخر أيها العزاء وصنا أن نعيش بحياة لازم أيها العزاء نسق كل الثقة بمواعيد الله وينبغي ثانيا أن نطلب منه كي نستطيع أن نتم مواعيدنا ويساعدنا الرب كما ساعد القديسين قبلا نحن نعيش في الأيام الأخيرة ويسوع قال لا تطلب قلوبكم أنتم تؤمنون أنا آتي أيضا وأخذكم إلي شكرا يا رب لأنا يسوع آتي قريب ليأخذنا إلي هكذا وعد وهكذا سيتمم وعده أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر